حضرة المشاهدين والمستمعين الكرام أحييكم في هذه الحلقة العاشرة لقراءة القرآن العربية والآرامية السوريانية وقبل المباشرة بسورة البقرة نود أن نفسر فيما يلي بعض القراءات الفريدة الناتج عن استنساخ خاطئ في أقدم المخطوطات القرآنية بالرسم الحجازي والكوفي ونبتدئ باستنساخ خاطئ لحرف الدال العربي في الآيتين التاليتين أولاً سورة القمر الآية الثالثة عشر والكلام عن نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر فهم من هذه العبارة بأن الموضوع هو السفينة التي لجأ إليها نوح لينجو من الطوافان وفهم من ألواح الألواح المركبة منها السفينة أما كلمة دسر فلنرى أولاً كيف فهمها الطبري والدسر جمع دسار وقد يقال في واحدها دسير كما يقال حبيك وحباك والدسار المسمار الذي تشد به السفينة يقال منه دسرت السفينة إذا شددتها بمسامير أو غيرها وقد اختلف أهل التاويل في ذلك فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي قلنا فيه ذكر ما قال ذلك ويذكر الطبري خمسة أحاديث بهذا المعنى وقال آخرون بل الدسر صدر السفينة قالوا وإنما وصف بذلك لأنه يدفع الماء ويدسرها فيفهمون الدسر كمرادف لدفع ذكر من قال ذلك ويعرض الطبري أربعة أحاديث بقولهم تدسر الماء بصدرها أو بجؤجؤها وقال آخرون الدسر عوارد السفينة ذكر من قال ذلك عن مجاهد قال ألواح السفينة ودسر عواردها وقال آخرون بل الدسر أضلع السفينة ذكر من قال ذلك عن مجاهد قال أضلع السفينة ويتبنى لسان العرب هذه التفاسير بقوله دسرت السفينة الماء بصدرها أي عاندده والدسار خيط من ليف يشد به ألواحها وقيل هو مسمارها والجمع دسر كل هذه التفاسير دليل على أن الطبري ومن ذكرهم من أهل التأويل لا علم لهم عن معنى هذه الكلمة الواردة مرة واحدة في القرآن وحتى يومنا هذا لم يشك أحد من المفسرين أو الباحثين شرقا وغربا بصحة هذه القراءة مع أن عدم وجودها في الكلام كان من شأنه أن يبعث الشك في صحة كتابة وقراءة هذه الكلمة ومعناها الحقيقي الذي ما زال مجهولا حتى يومنا حل هذه المعضلة سر كلمة دسر يكبن في كتابة الدال في أولها وسوف يتبين من الكشف اللغوي لمعنى هذه الكلمة السوريانية والعربية بأن رسم الدال سابق للرسم الحجازي والكوفي وبأن الدال كان رسمها شبيه بدال الخط النسخي المعاصر وقد تبين من مراجعة المخطوطات المعروضة على موقع كوربوس كورانيكم بأن الدال في كتابة دسر كلها بالرسم الحجازي والكوفي بحيث أنه لا يمكن وصلها بالحرف الذي يتبعها أما دال الخط النسخي فهي قريبة من الحرف الذي يتبعها بحيث أن النسخ يمكنه وصلها به عن عدم تدقيق أو لعدم إلمامه بقراءة أو معنى الكلمة وهذا ما حدث في ثلاث حالات حتى الآن في القرآن كما سوف نراه فيما بعد والتدقيق اللغوي في معنى هذه الكلمة في النص القرآني هو الذي أكد لنا بأن الدال كانت متصلة سابقاً من حرف الذي يتلوها وأن انفصالها عنه جعل النساخ التابعين يقرؤونها كدال أما إذا عدنا ووصلنا هذه الدال النسخية بالسين التابعة فتصبح الدال نبرة أو كرسي لحرف آخر يكفي أن نضع عليه نقطة لقراءته كنون فيمكن لكل منا كتاب الدسر بالخط النسخي المألوف ووصل الدال بالسين ووضع نقطة عليه لتصبح القراءة نسر ونسارة تعني سوريانياً لوح أو دف كما تعني خشب منشور والسينة السوريانية تقلب غالباً إلى الشين عربية فتقرأ دسر نشر والمعروف عربياً أن النشارة هو ما يتساقط من الخشب عند نشره أما سوريانياً فيعني خشب منشور وعليه قراءة ألواح ونشر تعني ألواح السفينة المثبتة بغير قطع من الخشب المنشور الذي يغرى داخل السفينة لتثبيت ألواحها الجانوية والمعروف أن السفينة لا تثبت بالمسامير وكلمة دسر لا وجود لها في الكلام لا عربياً ولا سوريانياً ولا تعني مسامير كما اضطر طبري وبعض أهل التأويل لشرحها بهذا المعنى وكل ما يعرضه لسان العرب من أحاديث وغيرها عن الدسار بمعنى مسمار أو خيط من ليف يشد به ألواح السفينة مأخوذ من تفاسير أهل التأويل لكتابة دسر الخاطئة ثانياً كتابة دسر وقراءاتها صحيحة نشر نبهتنا إلى كتابة أخرى تبدأ بالدال بدلاً من النون وهي كلمة دافق في سورة الطارق الآية 6 فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق تفسير الطبري من ماء دافق أي من المني ملاحظة المني مفهوم خاطئ لماء الرجل وفي سورة النجم الآية 46 من نطفة إذا تمنى من نطفة تعني من ماء أما إذا تمنى تمنى تعني سريانياً تعد بمعنى قليلة القيمة كقولك أيام معدودة أي قليلة مرادف لمن ماء ماهين في سورة السجدة الآية 8 أما الإشكال الثاني في كتاب الدافق فهي القاف النهائية والمعروف أن القاف النهائية بالرسم الحجازي والكوفي شكلها شكل الصادة السوريانية وقد حصل الخلط بنقل الصادة السوريانية من الكتاب الكرشنية إلى قاف حجازية وكوفية في عدد من الكلمات القرآنية وكتاب الدافق من جملتها فإذا جعلنا من الدال البدائية نون ومن القاف النهائية الصاد تصبح القراءة نافس بدلا من دافق وسوريانيا فعل انفاس يعني عربيا نفض ونبذ ورمى ولسان العرب يجهب بأن فعل نفص كان دارجا في كلام العرب سابقا بعرضه التالي أنفص الرجل ببوله إذا رمى به وأنفص التناق والشاب ببولها فهي منفص دفعت به دفعا دفعا عن أبو عمر نفست الرجل منافس وهو أن تقول له تبول أنت وأبول أنا فانظر أينا أبعد بولا وقد نافصه فنفصه وأخذ الغنم النفاص والنفاص داء يأخذ الغنم فتنفص بأموالها أي تدفعها دفعا حتى تموت فهذه شهادة سوريانية وعربية عن الاستنساخ الخاطئ التعبير القرآني دافق وتصحيحه بقراءة نافس وعن لسان القرآن العربي والسوريان المبين لمن يعجب من صعوبة فهم هذه اللسان الذي يختلف عن عربية سيبوي ومن تبيعه من أهل اللغة المسمات بالفصحة وليست هذه الأمثلة الوحيدة لمثل هذه الأخطاء الإملائية التي لم يبأ لها أهل التأويل وأهل اللغة ولا أحد من الباحثين في لغة القرآن شرقا وغربا وسوف نأتي بشواهد أخرى بالنسبة إلى رسم الدال السابق الرسم الحجاز والكوفي في أقدم المقطوطات القرآنية وملاحظتنا لكتابة الدال الخاطئة في بداية الكلمتين السابقتين دسر ودافق كانت الدافع للبحث عن عكس هذه الظاهرة أي عما إذا تم وصل الدال داخل الكلمة بالحرف التالي بحيث أنها لم تعد تقرأ كدال بل أصبحت نبرة أو كرسي لحرف آخر يستوضب التنقيد وهذا ما اكتشفناه بعد التمع في الأمثلة التالية أولا سبق وذكرنا قراءة تترا في سورة المؤمنون 44 ثم أرسلنا رسولنا تترا التي فهمت بمعنى على التوالي وجعلت في معجم الألفاظ القرآنية تحت جذر وترا ومنه اشتق مصطلح التواتر الذي يعني النقل الشفاهي لنص القرآن وسوف نرى أن جذر وترا لا وجود له بهذا المعنى في الكلام كما وأن التواتر لا أصل له حسب تفسير الطبري يقول تعالى ذكره ثم أرسلنا إلى الأمم التي أنشأنا بعد ثمود رسولنا تترا يعني يتبع بعضها بعضا وهي من المواترة ومن نحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ويذكر الطبري خمسة حديث عن ابن عباس وعن مجاهد وابن زيد وعن اختلاف القراءة بتنوين تترا أو بدون تنوين تترا يقول والقول في ذلك أنهما قراءتان نشورتان ولغتان معروفتان في كلام العرب فبأيته ما قرأ القارئ فمصيب غير أني مع ذلك أختار القراءة بغير تنوين لأنها أفصح اللغتين وأشهرها ويرى لسان العرب في قوله تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترا من تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات لأن بين كل رسولين فترات وعن يونس تترا قال متقطعة متفاوتة وجاءت الخيل تترا إذا جاءت متقطعة وهكذا جعل لسان العرب تترا من كلام العرب وسوف نرى أن القرآن ينفي وجود هذا التعبير في كلام العرب فبالنسبة إلى قراءة التترا على الباحث أن يتأكد أولا أن هذه الكلمة لا وجود لها لا في السوريانية ولا في أي لهج من اللهجات العربية وأن دخولها في المعاجم ناتج عن كتاب وقراءة خاطئة والسر يكمن في وصل ناسخ ناسخ لحرف أبدال داخل الكلمة بالحرف التابع فكتاب التترا مؤلفة من نبرتين قبل الراء فيكفي أن نفصل النبرة الثانية عن الراء ونحذف النقطتين ليتبين حرف أبدال بالرسم النسخي وبحذف نقطة من النبر الأولى ووضع نقطة على الدال تصبح القراءة نذرا ثم أرسلنا رسولنا نذرا جمع نذير وليس تترا التي لا معنى لها ولا وجود لها في كلام العرب بخلاف ما يدعيه التضري ولسان العرب وما نسبوه لقوله تعالى وهو بريء من أخطاء النساخ والقراء وأهل التفسير وأهل اللغة على السواء نأتي الآن إلى ثاني مثال لطمس الدال داخل الكلمة بوصلها بالحرف التابع لها كما نجدها في سورة النمل الآية 49 قالوا تقاسم بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون تفسير الطبري قال هؤلاء التسعرات تقاسم بالله تحالفوا بالله أيها القوم ليحلف بعضكم لبعض لنبيتن صالحا وأهله فلنقتلنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وبالنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ما يهمنا في هذه الآية هي كتابة لنبيتنه وبيت تعني عربيا جعله يغضي الليلة إنما يشرحها الطبري بقوله فلنقتلنه أي نقتله وهو نائم والقتل هو المعنى المنتظر في سياق هذه الآية ولم ينتبه الطبري إلى أن كتابة لنبيتنه لها معنى لنقتلنه وسوف نرى كيف ذلك كتابة لنبيتنه لنبيتنه تحتوي على خمس نبرات نون با يا تا ونون فما علينا إلا أن نفصل النبرة الرابعة أي التا من الخامسة أي من النون ونعذف ونعذف النقطتين من التا ليظهر لنا حرف الدال بالرسم النسخي فتصبح القراءة لنبيدنه كمرادف لنقتلنه بدلا من لنبيتنه التي ليس لها معنى القتل وملاحظة ثانية لقراءة لوليه ليس أي دليل على وجود ولي في هذا النص لا قبله ولا بعده والمعروف في الإملاء القرآني أن كورسيليا في الأفعال المعتلة اللام قبل ضمير متصل تقرأ كألف مثل كتابة بنيها وقراءة بناها ولكن لم يأبه علماء القرآن بأن هذه النبرة ليست مقتصرة على الأفعال الناقصة أو المعتلة اللام بل تأتي أحيانا داخل الكلمة كعلامة للألف وقد نبهنا سابقا زميرنا بوين خبير مخطوطات صنعاء عن هذه الظاهرة ووجد إثر ذلك في أحد مخطوطات صنعاء كتابة إله بنبرة داخلية مثل كتابة إليه وبلفظ إله وهذا ما نجده الآن في كتابة لوليه فبما أن لا ذكرى ولا معنى للولي في هذا النص فالأقرب لسياق النص قراءة بدلا من لوليه لو لاه بمعنى ما عداه فيكون الذي أبادوه هو المتهم بهلاك أهله دون سواه إذ لم يجهد مهلك أهله وعليه وبعد تصحيح قراءة لنبيتنه أي لا بقراءة لنبيدنه ولولاه تصبح قراءة الآية المذكورة أعلى كما يلي قالوا تقاسموا بالله لنبيدنه وأهله ثم لنقولن لولاه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون والمثال الثالث لاختفاء الدال داخل الكلمة بوصلها بالحرف التابع نجدها في سورة الأنفال والأصح الأثقال أي الضرائب بدلا من الغنائم الآية ثلاثين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ما كريم الكلمة التي تهمنا هنا هي كتابة ليثبتوك وهي الكلمة التي حيرت أهل التاويل حسب الطبري واختلف أهل التاويل في تاويل قوله ليثبتوك فقال بعضهم معناه ليقيدوك ويذكر الطبري خمسة أحاديث بهذا المعنى وقال آخرون بل معناه الحبس ويذكر الطبري مرجعين بتاويل يسجنوك والتاويل الثالث وقال آخرون بل معناه ليسحرك ولهذا المعنى يعرض الطبري ثلاثة عشر حديثا كان يمكن للطبري أن يخفف عن نفسه وعن أهل التاويل كل هذا العناء لو أنه شك في كتابة ليثبتوك اعتقادا منه بأن هذه الكتابة منزلة مع أن هذه المعضلة من السهل حلها كما يلي كتابة ليثبتوك فيها أربع نبرات ياثبت فما علينا إلا فصل النبرة الرابعة قبل الواو وحذف نقطتي التا ليظهر لنا حرف الدال بالرسم النسخي بقراءة ليبيدوك بدلا من ليثبتوك فما معنى ما تبع أو يقتلوك أو ليس لها هنا معنى الخيار بل معنى أي أو بتعبير آخر يقتلوك أي أن يبيدوك مرادف ليقتلوك وبهذا التصحيح الإملائي يمكننا قراءة الآية المذكورة أعلى كما يلي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليبيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذه نتيجة بحثنا التي أسفرت عن كتابة الدال الخاطئة في حالتين دسر بدلا من نشر ودافق بدلا من نافس وعن إخفائها بوصلها بالحرف التابع في ثلاث حالات تترى بدلا من نذرا لنبيتنه بدلا من لنبيدنه وليثبتوك بدلا من ليبيدوك وزميع المخطوطات التي اطلعنا عليها في موقع كوربوس كورانيكم فيها نفس الأخطاء باستثناء كتابة تترى بالألف غالبا وفي بعضها برسم الياء أو الألف المخصورة تترى وهذا دليل على تاريخ متأخر لهذه المخطوطات وكشف هذه الأخطاء الإملائية وتنقيتها الخاطئ في المرحلة الرابعة لم يستوجب معرفة السوريانية ما عدى دسر ومعناها السورياني نشر أي خشب منشور بينما دافق وتصحيحها بقراءة نافس كانت مستعملة في اللهجات العربية سابقا بشهادة لسان العرب فكان من الممكن للباحث الملم باللغة العربية دون غيرها كشف مثل هذه الأخطاء ننهي هنا هذه الحلقة العاشرة على أم الملباشرة بشرح سورة البقرة كما هو المنتظر في الحلقة القادمة إن شاء الله والشكر لمتابعتكم والرجاء تفعيل الجرس والاشتراك في القناة لنوافيكم بكل جديد في حينه والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة